شرين أبو عقل شهيدة الصحافة والإعلام الكل يطالب بالتحقيق في مقتلها إسرائيل تعترف في النهاية بشكل أو بآخر بأنها هي السبب وفي النهاية بعض المتشددين في العالم الإسلامي يتساءلون هل نترحم عليها أم لا نترحم هل هي مسيحية أم مسلمة هو ده موضوع الإتماع السلام مشاهدين أهلا بكم طبعا الشهيدة رحمة الله عليها شرين أبو عقل الفلسطينية التي عملت في قناة الجزيرة من سبعة وتسعين لتنين وعشرين خمسة وعشرين سنة بتغطي القاضية الفلسطينية مقاتلة في الإعلام راهبة في الإعلام لم تتزوج شيء أو عقل ليس لها أولاد وإن كانت تحمل الجنسية الأمريكية ولكن هذه المواطنة الفلسطينية فعلت ما لم يفعله مليار وتسعة من عشرة مليار مسلم ما انفعلته للقضية الفلسطينية على خلال خمسة وعشرين سنة وطعا كانت أوليا فونتكارلو كتاب أوليا في صوت فلسطين وبعض الإزاعات المحلية هي خريجة واحد وتسعين من الأردن وانذر هذا التوقيت وإن كانت درسة الهندسة المعمالية ولكنها تفرغت ودرسة الصحافة راحقة واهبت نفسها للقضية الفلسطينية وزي ما قلنا راهبة الإعلام ولم تتزوج شرين أبو عقل ما قدمته شرين أبو عقل للقضية الفلسطينية أكثر بكثير ممن يتاجون بهذه القضية ويقولون رايحين بالملايين شهداء بالملايين على القدس رايحين ماذا فعلوا القضية الفلسطينية إنما شرين أبو عقل في كل موقف وفي كل اقتحام المسجد الأقصى وفي كل من ساعة انتفاضة الحجارة وهي تتابع القضية الفلسطينية وترسل جرائب الاحتلال طبعا تتقن الإنجليزية والعربية والعبرية وسقت كثير من الجرائب سجلت عديد من اللقاءات مهنية باحتراف يعني تبعناها على مدار 25 سنة في الجزيرة الجزيرة طلعت 95 من 97 مجرين أبو عقلة موجودة في الجزيرة نشاهدها ونتابعها ونتابع تحليلاتها وتعليقاتها وسوارها الحية ووجودها في الميدان ماذا فعل بقية بقية المسلمين ليزيد قادرة الفلسطينية وكمان موتها أصبح نوع من أنواع الإدانة وسيصبح أيقونة الفلسطيني بيرفعوا سوارها العالم على فكرة لها عربي والإسلام يشكون تشغل ديانة شيء اللي بعقل المتشغلين الوحيدين هم متطرفين في مصر والسودان وبعض الدول اللي يعني جسم على صدرها التطرف والإرهاب الغريب بقى طبعا يعني بيان الأزهر وكلام عبدالله رجدي يعني أنا مش قادر أتأخيل إن إحنا في هذا يعني القلق منذ أمس أنا فجئت أنا على فكرة عملت حلقة عن شيء اللي بعقلة وتكلمت عن قضية أخرى يعني ربما عن الاحتلال ربما عن يعني العلاقة مع الآخر يعني لم أكن يعني محتمتش بوضوع ديانة شيء اللي بعقلة لما فجئت السوشيال ميديا كلها رايحة جاية بتتكلم وترحم ولا ما ترحمش أنا تعجبت طبعا الشيخ عبدالله رجدي يجب يقول لي دور فيروح بنازل آيل إيه يا ربي يترحم ويصلي على الميت أهل دينه تقديم واجب العزاء والوقوف بجوار المصابين وتعزية المجروحين ودعمهم في موقفهم واحتواؤهم شأن إنسان الصلاة على الميت والاستغفار له والدفن والميراس شأن ديني التعايش أن نقدم الدعم لبعضنا مع احترام كل منا لحدود الآخر الديني بالكلمة الترحم ده يقص إيه أهل الدينيته إن احنا ما نترحمش عليها أما الذين يستغلون هذه القضايا بغرض ضرب شيء من سوابة الدين وبالكلمة دي سوابة الدين فإنهم متجردون من إنسانيتهم وتلك عادتهم يعني إحنا المتجردين من إنسانيتنا لما نطالب بالترحم عليها والدعاء لها إحنا المتجردين من إنسانيتنا عشان نقول مفروض نترحم عليها وندعو لها بالمغفرة والرحمة وقال إن ده ضرب شيء من سوابة الدين فإنهم متجردون من إنسانيتهم وتلك عادتهم في كل موقف استغلال آلام الناس ومشاعرهم أولئك أهل الإصطياد العكر فعيب هو اللي بيقول لنا عيب ودي سوابة الدين مش هنتنزل عنه تمام يبقى بيأكد إن اللي يترحم عليها ده ضد سوابة الدين واللي يترحم عليها دول أهل دينيتها وإن الناس اللي عايزة تضرب سوابة الدين دي ما عندهمش إنسانية اللي هو إحنا يعني وإن المفروض الإنسانية إنه بتنظروا إن إحنا لنا نترحم عليها إن دي سوابة الدين طيب وإن الأظهر حيرد ما أصلا مش معقولة اللغة ده كله على السوشال ميديا من أول مبارح من ساعة يعني اغتيالها وظهور إنها ديانتها المسيحية وإن الأظهر حيرد فجدت الأظهر أصدر بيان ولكنه لم يقترب من قريب أو من بعيد بالموضوع بنتكلم أكد نحيز بسياسي أداناً أظهر الشريف بيشد اغتيال الكيان الصهيوني الإرهابي للزميل الصحفية الفلسطينية شرين أبو عقلب وقصاص الحي صباح اليوم الأربعاء أثناء تأدية مهام معملات الصحفي في نقل جرائم هذا الكيان في مدينة جنين شمال الضفة الغري الإرهابي الغيشي مؤكدة الأظهر أن هذه الجريمة بحق الصحفة والصحفين تبعهم بقوة أمام العالم بشاعة هزر كيان المجتمع الدولي وتبع الأظهر الشريف الناعة الصحفية الراحلة شرين أبو عقلة التي كانت صوتاً مسموعة للحقيقة نتقدم بقاس تعازي للشعب الفلسطيني كلام كده أي يقولوا أي حزب سياسي طب واللي حصل على السوشال ميديا ونهم عندهم أصلاً لجالة إلكترونية موجود مش لجالة إلكترونية عندهم يعني مكتب إلكتروني بتاع الإفتاء يعني أكيد بيتابع للحصل على السوشال ميديا من الآية القرآنية للسورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأباو الحليم والتفسيرات دقاء بتتكلم عن أبو طالب وإزاي أنه قال له يعني قول الشهادتين عشان نقدر ندعي لك وحاجاتنا هذا القبيل دي تفسير الطبري والكورتوري وكلامين ده وعبدالله رجدي يقول دي سوبة الدين وطبعا يعني يعني طبعا عبدالله رجدي بيطلع يجيبه في البرومو الشيخ الطيب وبيحط طبعا في كل تويتاته سواء الفيسبوك أو التويتر الأزهر القادم وكانه متحدث لسمي اسم الأزهر وخصوصا أنه يفيش متحدث لسمي اسم الأزهر ماشي الأزهر أدان إنما ما يردش على السوشال ميديا ما يردش على الناس اللي بتفسر عائلة القرآن ومتمدها على استقامتها إن إحنا مفروض ما نستغفرش لهؤلاء الناس أنا بقول لي عملته شرين أبو عقلة أكثر من اللي عمله ملياره وتسع من عشر مليار مصد والمتاجرين بقى من القضية وعلى القدس رحيم بالملايين شهداء بالملايين ما عملوش أي حاجة إنما هي خمسة وعشرين سنة راهبة في محراب الأم والصحافة دي شرين أبو عقلة يروح بقى للتفسير طبعا طلع على صمت الليما الشيخ يا صمت الليما طبعا قريق أزهر ودور كده في الحواشي مش عارف لقى في حواشي كده شرح الإمام الشفعي لمين من الشفعية اللي حقين يعني إنهم قالوا إيه يجوز الترحم على أهل الكتاب خلي بالكم يجوز الترحم على أهل إيه الكتاب مش أي حد كده لأ موضوع مش مفتوح اجدعين طبو إحنا لسه مستنيين حد يدعم السنف طبعا لأنه موضوع في قيمة الإحرار يعني هو بيحاول يعني أيا كان يعني يعني مع تقدرنا يعني تبحثه في الحواشي لغاية ما يلاقي كده حواشي الشرح الإمام الشفعي بيتقول إن هو مفهول إيه إن احنا نستغفر ونضع لهم بالرحمة والمغفرة لإيه بين قوسين لأهل الكتاب نشكره على ذلك ولكن هو إن أفترض ما لقناش وبعدين ما فيه الأزهر يعني يرد على أولئي الناس الماليين للسوشال ميديا إنها ما تروح للتفاسيب ما عندهم مشكلة إنها عندنا مشكلة حقيقية لازم تصدرها بشكل حقيق إن احنا نقول إن الآية القرآنية آآ جاءت لزمة معين وجاءت لظروف معينة وموقف معين لا نستطيع أن نمتدع على استقامتها الحياة تغيرت الحياة تغيرت وأصبحنا شركاء في الوطن وأصبح هناك ما يسمى المواطنة وكلنا من دفع القضية واحدة آآ كعرب سواء بقى مسلمين أو مسيحيين أو يعني حتى آآ غير صهاينة حتى لو يهود غير صهاينة متبعين للقضية العربية ومن ضمن القضية العربية قضية فلسطين ودولة غربية وصحفين غربيين وآخرين كثر بيقفوا ضد ضد ما يفعلوا الاحتلال الإسرائيلي كتير جدا طلعوا الضرامات الأوروبا يهدينوا للاحتلال الإسرائيلي وما يفعلوا في فلسطين وهي يعني هم عارفين قوة الإعلام وكان يعني طبعا هم اعترفوا بالجريمة في الآخر ولكن هم عارفين دي بتعملوا شرين وهم راحين يختحهموا جنين جنين ما هتصور الفضائح هتصور الإجرام وصورتهم كثير قبل كده في موقف كثيرة جدا فيه اشتباكات بينهم بين الفلسطينيين سواء في الدفاع عن المسجد الأقصى يعني على مدار 25 سنة وقبلها في انتقاله كان بتزيع أيضا بتجسد وبتصور وبتفضح الاحتلال الإسرائيلي ولذلك جاءت الرصاصة لتقتلها رهبة الإعلام شرين أبو عقل نيجي احنا بقى نتخانق في العالم العربي ومش في العالم العربي كله على فكرة كثيرة من الدول العربية طبعا انا شايف الفلسطينيين رفعين صورها وبيهتفوا باسمها وفي الأغلب طبعا مش بسحين بس يعني اللي رفعين صوتها وراحين بالشموع على قبرها في صور موجودة دول فلسطينيين اللي فكر في الدماغ المسمومة دي أكثر ناس في مصر مصر مشوالة في السودان وغير بقى لتكلم على حجابها أو مش محجابها أو مش عارف إيه يعني احنا دخلين في حارة سد بصراحة يعني طبعا أمم المتحدة بتطلب بالتحقيق العاجل وإن كان طبعا صريف الأخير اعترفت يعني بشكل أبو أخر قالت ربما إيه أصابها رصاصات لأن تطلعوا رصاصة والرصاص طبعا أمريكية والسلاح أمريكي وموجود في إيد الجيش إسرائيلي يعني التشريح إيه ظهر نتائجه بشكل واضح بيهدين الاحتلال وبيهدين القتلة فإحنا نتكلم عن أوروبا تحد الأوروب بيطلع بيان بيطالب التحقيق العاجل أمريكا طلع بيان بيطالب التحقيق العاجل كل جرائد العالم بتنعي شهيدة الصحاف دوم إحنا لقضيتنا وأصبحت يعني كل العالم عامل عليها إثبت وقال فرصة أن إحنا نظهر القضية وندافع عن حق الفلسطينيين وما شافها ذلك اللي هي يعني دفعت عنه حية وميتة لأن موتها سيظل أيقونة على مدر عقود لحقة اغتيالة بهذه الطريقة يعني زي ما قلت اللي عملت أكثر من ما عملوا مليار و تسعة من عشر مليار مسلم اللي عملت الشيء نبعاقل للقضية الفلسطينية أكثر من كل هؤلاء يعني نوساء من المتطرفية وبرضو زي ما قلنا ما زال عتابي على الأظهر إنه لم يرد على هذه الطرهات اللي تم لق الفضاء لكتبوني ببيانه واضح وفكرة إنه هو اترحه عن الناس عملتش نبعاقل عملتش نبعاقل عشان يعني الناس لا تدعولها بالرحمة وزي ما قلت فكرة الخاصة الحصري وفكرة يعني التعصب الديني فكرة مزمومة وستظل مسمومة وستظل تسمي بحياتنا إلا من نتخلص من هذا العبء السقيل مش عبء التدين إنما التدين النقي التدين الإنساني مقبول إنما التدين العنيف اللي بينظر للآخر بغذية نظرة السودوية اللي يقولك أهل دينيتها بس اللي يترحموا عليها وانتو مش إنسانيين الزيت اللي روبوا في صوبة الدين وبقول عب مين عب لبين يعني 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 أنا برضو وزي ما قلت ده يزم التفاسير القديمة يعاد إنتاج تفاسير جديدة تتواكب مع العصر الفقه القديم اللي هو ربما في علاقته مع الآخر مش كل الفقه القديم اللي ما عنديش مشكلة في الفقه بتحدى عن وضوء ولا عن الصلاة ولا عن الطهارة ولا عن مش عارف الأزام إنما في قضية التعامل مع الآخر وفكرة إصابة أهل الكتاب أو ما يطلق عليهم يعني ما دون أهل الكتاب سكانوا بيسمون كفار ولا مشاركين فكرة التعامل مع الآخر في المجتمعات الحديثة اللي إحنا زي ما قلنا ضربنا في الخلاط الواقع القديم كان بيتكلم عن تمدد الدين مع التمدد الجغرافي وفي تخاوف على الدين وفي صراع من أجل حفاظ عليه كل داره وبما كان ظروف معينة إنما فكرة بقى اللي قاله الشفعي العبرة بيعنونه اللفظ اللي بخصوص السبب وإن إحنا نمد نص على استقامته عشان نتبقه في العصر حديث هنطلع عدائيين هنطلع عدائيين مش قدرين نندمج في المجتمعات ومنعادي لآخر ومنتكلم بالطق يا بقى نروح لهم هناك نجيل لهم شوية آيات كده على مأسهم من شقف اليوم ومن شقف اليكفر لاستعاليهم ونسيطر ونقول لهم كلام كده الاستلاك المحلي اللي هو تفسيراته مش كده وفي الداخل نصر لليه ساوة الدين وإنه هم ما منفعش نترحم عليهم ومنفعش نستغفر لهم والقضية دي مش قول مرة حصلت مع صرح جازي قبل كده الله يرحمها ومخفر لها وحصلت لما طلعت إشاعة إصابة مرد يعقوب نفس الكلام طلع ولا يجوز السفر ومجد يعقوب لا يجوز السفر وطرح طبعا يعني يعني دي طلط عمره ومازال يعني يقدم لل للطب المصري ولمرضى القلب كل حياته وبيبينقذ ألاف الأرواح يعني طبعا في النهاية قادر باد الله ولكن بيومد في عمر يعني بيكون سبب في مد أعمار أطفال كسر وشباب ورجال ربما كانوا في العالم الآخر ولكن شاءت الأخضر أنه يكون السبب بيجهده واجتهاده وبفريقه الكبير ومستشفياته اللي بيعملها لنجمة المصريين ويعني جعل عمرهم ربما بقدر لا طبعا ولكن هو سبب يعني أنه يمد في عمرهم ويعيشه حياة سليمة أو حتى يعيشه بصحة جيدة نفس القضية دي أسيرت لما هو يعني وأشيع أنه أنه ميت نفس نفس هذه الأفكار المسمومة وفكرة الخلاص الحصلي وفكرة أنه نحن أحسن ناس وأنه ندخلين جنة لوحدنا يعني إيه العمل يعني إيه العمل الطالح اللي يعملتوا الشينا بعقل يعني إذا لم يكن هذا هو العمل الصالح أو اللي بيعامله مجد يعقوب أو غيره من الناس فكرة العمل الصالح فكرة المواطن الصالح أي أن كانت ديانته اللي بيقدم خير للبشرية يعني بيقدموا مجد يعقوب للبشرية أو اللي بتقدموا الشينا بعقل للبشرية هو ولا بيقدموا داعش أو اللي بيقتلوا جنونتا في سينة اللي هما طبعا رفضين تكفيره وأنا رفض تكفير أي حد على فكر ورافض تكفير ورافض فكرة أنه نقول الجنة بتاعت مين والناس بتاعت مين أي أن كان يعني ولكن على الأقل العمل الصالح اللي احنا شايفينه على الأقل ندخلها المغفرة والرحمة وأنها تكون في الجنة يعني ندخل طبعا في النهاية كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى ولكن على الأقل ندخل بالمغفرة والرحمة بعيدا عن بعض أشرار المسلمين اللي احنا بجعلهم برضو بالمغفرة والرحمة ساعات نروح جنزات ونعرف أن هذا الرجل ربما كان له جرائم في حق المجتمع وفي حق الناس وحق يعني كلمة إخوات وما عرفش عمل إيه منه وعارفين ونقف ندخل بالمغفرة والرحمة في النهاية يعني يعني من معارفين إن عمره لم يكن صالحا بقدر كافي أو أنه كان له أعمال وظلم اجتماعي كبير جدا من معارفين الناس ومنقف ندخل بالمغفرة والرحمة في النهاية ده لا نمرك إلا ذلك لا نمرك إلا ذلك وحيانا كتير جدا منقف بالذات مثلا في الكتوبة في الحصر نصلي الجمعة بالذات ممكن أحداشر متوفي لا نعرفه نقول إن هو منصلي على تسع مش عارف لجال واتنين سيدات من ندعو لهم بالمغفرة والرحمة لا نعرف عملهم كان صالح ولا غير صالح ولكن نشرينها بعقلة خمسة وعشرين سنة من دبع القادرة الفلسطينية لم تتزول راهبة الصحافة والإعلان يعني على الأقل نشهد لها بالصلاح يعني على الأقل نشهد لها بالصلاح وفقا في الآخر كل أمر عند الله وندعو لها بالمغفرة والرحمة يعني لازم يطلب لها بالفرق والرحمة وفي نهاية كل شيء بقى بالقدر الله وأمر الله يعني طبعا يعني يعني بصراحة حاجة مؤسفة وحاجة مخجلة يعني يعني عشان كده صمت ليما وبعضهم طلع يعني يزيح عن الإسلام هذه الشجوهات دا يعني يعني الناس لما بتعرف بره الخناء اللي حصلة هنا بيتتعجب بيتتعجب المجتمع الدولي كل مهتم بهذه القضية وكل الجرائد الأوروبية بيتنشر وطبعا لما بعضهم بيعرف الخناء اللي حصلة على السوشيال ميديا أو بعض الناطقين بالعربية بيقول لهم دا فيه خناء حصلة كده في مصر والسودان وبعض الدول العربية بيتخانوا وتخش الجنة وتخش النار احنا ما لأهلنا نملك الدعوة نملك الدعوة والشهادة بالصلاح انها واحدة بالدفع القضية الفلسطينية بروحها وعارفة انها فيه مكمن الخطر وفي النهاية قتلت برصوص الاحتلال يعني في النهاية نتمنى ان الأظهر يدافع عن الإسلام الحق ويرفع عنه مثل هذه والادعاء ان هذه ثوابة الدين وما شابها ذلك هو اضرار كبير بالدين هو اضرار كبير بالدين يعني بين الأظهر دا يقوله اي حزب على عينه وعلى رأسه وبيطالب مجتمع الدولي وكلام من دا بس يرد على الترهات اللي موجودة في السوشيال ميديا يعني لا يكفي بيان ينفى يخرج من اي حزب سياسي واكيد عارف الخناء على السوشيال ميديا وإن اللي بقى حيب عبدالله رشدي متحدث على اسم الأظهر بيقول هزا الكلام بان دي سوبة الدين وحدش يترحم عليها وطبعا على السوشيال ميديا بيحطوا آيات القرآنية بيحط النصوص القرآنية وبيفسروها التفسيرات المعتمدة انه ما ينفعش طيب نعمل ايه بقى نتمنى انه هو لان احنا كده لسه قدامنا معركة كبيرة جدا مع التطرف مع التشدد مع التعصد الديني ويعني لن يقوم مجتمع سليم إلا مجتمع مدني قائم على فكرة المواطنة والمساواة بين المواطنين والتعامل الإنساني بين كل المواطنين وموضوع بقى الجنة والناطمة بتاعت ربنا انه وضعنا ندعو بالمغفرة والرحمة وخصوصا لما كنا عارفين ان هذا الشخص يعني نشهد له بالصلاح بشكل مقبخ هو ده موضوع حلقة النهاردة وطبعا نؤكد عزقنا للأمة العربية والعالم كله المجتمع الإعلامي والصحفي بالذات اللي فقد شهيدة يوم الأربعاء على عيد الاحتلال وستظن شرين أبو عقلة أيقونة مهمة في القضية الفلسطينية والعالم العربي والعالم الإسلامي وندعو لها بالرحمة والمغفرة وأن تكون في جنة الخند وهذا موضوع حلقة النهاردة لو عجبك الفيديو شيره واشتراك في القناة لو مش مشترك ولايك الفيديو عشان يصل لعزل الأجبار من المس شكرا جزيلا ونكمل في حلقات لاحق